من حق الطفولة سحّع المرحبا بكم مرحبا بكم في عدد جديد محصتكم أولدنا تحت جنحنا اليوم موضوع مهم قاعنا حبولدنا يديروا سبور يديروا الرياضة ولكن تسألوا في أي سنة ما فيش ما كاش وقت يعني سن الرياضة أي نوع من الرياضة لازم يدير أي نوع من الرياضة ما لازمش يدير يوجد جيم بيبي يوجد جيم بيبي لذلك لا يوجد أشخاص الأساسيال هو أن يفعل سبور اليوم مع أخ سعين نحن نتكلمون على الطفل والرياضة أعطيكم بعض النصائح الرياضة نحن نتكلمون كثير عن الرياضة من أجل التسلية الطفل كذلك من خلال ممارسة للرياضة يتعلم المسؤولية نحكي على أوليدي صغيخ حاسة يحب بزاش الرياضة حساتكم أولادنا تحتجنا إحنا المواجهة لكم يا أولياء أحجيكم هذه الأسبوع بموضوع مهم هو الطفل والرياضة الأنفان والسبور لا يضعوا اليوم إلى المنزل لا يضعوا من المنزل لا يضعوا من المنزل لا يضعوا من المنزل نحن نستمر كما قلنا نحن نستمر يجب أن يأخذوا من المنزل 1 الجنيرا الأولادكم لازم يديروا رياضة و لكن لازم ترثون بالكم ما لازمت تركز لهم وألا لجم تلقين لهم يا لزيارة مرس �신 في الأسبوع ولا جميل زيارتان عن رياضة في المدرسة وهنت مهم تاني البنات لازم تديروا الرياضة ق不同 الله ربي يوفقكم وتكونوا استفقتوا معنا في هاد الحصة هذه تقدرون توصلوا معنا عبر موقع الانترنت أولادنا تحتاج نحن في وانكم و لا صفحة فيس بوك أولادنا تحتاج نحن سلام من حق حين ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدان نحب الجري في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب حنا لا مقهورة ولا مدلولة فرعب تحيا بسلم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان